اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الضرقني قال عنه السلمي قال ليس بالقوي ضعيف يعني ابو داود قال ثقة وذكر ابن شهين في الثقات قال مساعد كان صدوقا كثير الحديث السياجي قال صدوق يهم اذا القول الفصل في هذا في معاوية بانه فيه ضعف لم يكن متقنا قال حدثنا علي بن صالح الهمداني ابو محمد او الحسن الهمداني الكوفي قال ابن معين ثقة وقيل انه ضعفه لكن الدالمي قال قال ابن معين ثقة مأمون والحق انه ثقة النسائي قال ثقة والعيجي قال كوفين ثقة وابن سعد قال كان صاحب القرآن وكان ثقة ان شاء الله قليل الحديث عن سماك سماك مضطرب بالذات في اكرمة وحفظه في كلام لكن اعتمده مسلم فلا يسقط عن قابوس قابوس ابن ابي المخارق الشيباني الكوفي قال نسائيه ليس به بأس وذكره ابن حبان في السقاط اذا نقلت الحديث ومعاوية ابن انشان والحديث يحتمل والحديث يحتمل قالت ام الفضل رضي الله عنه يا ام ابن عباس قالت ام الفضل رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله رأيت رأيت كان في بيتي عضوا من اعضائك انت لتعلم هنا ملكة التعبير كيف تكون وكيف الربط وكيف النظر الى الاسماء الى الامثال الى الشخص الى الاعيان الى الاماكن كلها مواد ربط وكما قلت المتضلع في القرآن تكون له حنكة وفهم دقيق في مساء التأويل كم نحتاج لمن يؤول بعد ما جاءنا من بعد الرؤى فالله المستعان لا ادري كيف يوصل هذا اتقان علم سراحة اتقان علم قالت يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من اعضائك قال خيرا أو قال خيرا رأيته تالت فاطمة غلما فترضعيه فولدت حسينا او حسنا فارضعته بلبن قثم قالت فجئت به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عظيم ايضا يبين لنا مسألة الرؤية وكيفية النظر في تحقيق التأويل اولا ننظر في بسألة البشارة اولا وبتصديق الأمر بالخير او تصديق الأمر بالخير هم قالوا حتى العامة اقولنا تفاعلوا بالخير تجدوه هذه المسألة مسألة مهمة جدا في حسن الفقل وايضا محاولة الحمل على احسن الطرق ولو كانت متعددة الطرق السيئة وفيها طريق واحد على الحسن او على الحسن تحمل على طريق الحسن تحمل على طريق الحسن لما قالت يا رسول الله رأيت عضوا من أعضائك بأبي هو أمي في بيتي صدر الباب بيش بالفأل قال خيرا رأيتي خيرا رأيتي وطبعا عضو من أعضائي ممكن تحتمل عضو يعني كيف العهالي العضو يبطر ويكون هناك حشاء صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي بيدي المقدسة وريج المقدسة الشريفة نتكلم على أنه يمكن أن يحمل على أحمال كثيرة لكن شوف هنا عندما تحملها على الخير تجد لها مسلكة من الخير فيكون تأويلك على الخير بالفأل وهذا حسن ظن بالرب وهذا الفرق بين الطير وبين الفأل قال خيرا رأيتي وهذا تصدير الباب يعني إن سمعت رؤية فقل ذلك قل على خير طائر خيرا رأيتي ترد فاطمة غلاما فتردعي فكان كذلك ولدت حسينا رضي الله عنه وحسنا فأرضعته ثم أتت بي إلى النفس السلام فلما بال في حجره قالت تقديصا للنبي تضرته على كاتفها كذا كيف يكون هذا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين شوف انظر بقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجعت ابني رحمك الله هنا أيضا انظر إلى حتى لا تهلك هي نظر النبي بنظرين نظر إلى ابنه ونظر إليها هي ما فعل ذلك إلا تقديصا للنبي واحتراما وتوقيرا وتبجيرا لمكانته والنبي أيضا ما قال ذلك إلا رحمة بها رحمة بطفله ورحمة بها فقال أوجعت ابني هذا الحفيد أوجعت ابني رحمك الله مع أن يشوف ابن البنت ليس الأصل لكن علينا وطاله هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجعت ابني رحمك الله فتلطف بها وأحسن إليها ورفق بها برحمك الله ولذلك شوف الله تعالى لما أراد عتابه عتابه بلطف العتاب عندما قال له أولا عفى الله عنك لما أذنت له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتمين لك الذين الصدق وتعلم الكاذبين قال أوجعت ابني وهذه رحمة النبي ولذلك لما جاء الأقرع ابن حابس ورده يأخذ أسامة على الرجل والحسن على الرجل يقبل هذا تارا يقبل هذا تارا قال له تقبلهما ليعشر من الولد ما قبلت أحدا منهم قالوا ما أفعل وأن الله قد نزع الرحمة من قلبك الغرض بأنه كما قلنا هو ربط ربط الشخص والأمثال والأوقات والأسماء لمسألة الأمثال وتحقيق الرؤية وهذا كما قلنا فتح من الرحمن على من يعني رق قلبه وارتقى طبعه فتره يعني تره رفيع الفهم في مسائل التأويل ورزق الله الجميع هذا الفضل وهذا العلم لأنه علم له ما له من الخير الفوائد المستنبطة فضل البشارة بالخير فضل البشارة بالخير رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار الفائدة الثالثة تواضع النبي ورفقه بأمته تواضع النبي ورفقه بأمته في أسئلة هنا هل إذا بالغ في الاستنشاق ونسي أنه صائم على القضاء لا ليس على القضاء ما دام قد نسي هل يلحق من بالغ في الاستنشاق من تمض مضى مرة رابعة فنزل ماء في حلقي نعم يلحق به يلحق بي حجر ولا نعم ما سألت بتدقيق النظر هذا الحمد لله رب يرضى عنك فضيلة الشيخ أحسن الله عليك شيخ داود ورب يرضى عنك وجزاك الله كل خير وأحسن الله عليك أنتم كلكم أهل الخير والفضل والإحسان طيب ترجمة نانسي قنقر